سطرت قيادة الدرك الوطن مخططا أمنيا لتأمين مراكز امتحانات البكالوريا بإقليم القطاع من أجل إنجاح الموعد الدراسي من خلال إقحام جميع الإمكانيات البشرية والمادية وكذا مرافقة وحماية أسئلة البكالوريا أثناء عملية نقلها إلى المراكز التقطية لطارق دريدي تنفيذا لمخطط قيادة الدرك الوطني وقائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبوليدا والهادف إلى تسطير مخطط أمني لتأمين مجريات الامتحانات لنين شهادة البكالوريا لسنة 2018 حيث وضعت في الخدمة تشكيلا ميدانيا من أجل إنجاح هذا الموعد الدراسي وذلك بإقحام جميع الوسائل البشرية والمادية لتأمين مجريات الامتحانات ومراكز الامتحانات التي تقع ضمن إقليم اختصاص الدرك الوطني وأيضا مرافقة وحماية عملية توزيع مواضيع الامتحانات وكذا أوراق الإجابة